ما عايزك بقى تركز معك كويس جدا هنا لان انا هقولك سر مفيش كتير من الناس هتقولهولك في المجال بتاعنا ده عندك هنا زي ما انشاف ده رصيد دلوقتي تقريبا 70 دولار او 72 دولار وكسور والرصيد ده انا ناوي ان شاء الله من خلال السلسلة اللي انا بقدمها دي ان انا هقولك الرصيد ده لحد 700 دولار يعني هنضربه في 10 هناخد 10 اكس من الرقم اللي قدامك ده طيب هتقولي الموضوع ده حلو جميل وكل حاجة بس ازاي هتعمل حاجة زي كده قبل ما اقولك انا اعمل حاجة زي كده ازاي احب ان انا حييكو يعني احييكو 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 على الدعم اللي انتم مقدمينه عندي في القناة وعلى اللايقات وعلى التفاعل بتاعكم الجميل وبحب كمان اقولكم ان احنا خلاص قربنا خلاص وصلنا لاخر الشهر النهاردة اخر يوم في الشهر وهيتم ان شاء الله بكرة هنعمل لايف وهنعمل سحب على 10 اشخاص يكونوا فازوا معنا عشوائي من التعليقات فتأكد ان انت الفيديوهات اللي فاتت كلها اللي هي بتاعة شهر ستة تكون حطيت عليها تعليق وعملت لايك واشتركت في كناة فعالة الجرس دي شروط المسابقة وندم معنا على التليجرام عشان تبقى اه تشترك معنا في المسابقة لان الاختيار هيتم او تنزيل المسابقات او الفايزين هيتم على قناة التليجرام طب تعالى بقى ننزل هنا كده ونشوف هنا الموقع اللي احنا هنشتغل عليه او العملة اللي احنا هنشتغل عليه او المشروع القوي جدا اللي احنا بنكلم عنه وهو موقع او عملة اسمها عملة الريمي سول هو عبارة عن الفار الطباخ المشهور في الكارتون اللي كلنا عارفينه وبنحبه الشخصية دي والشخصية دي اتعمل لها عملة اسمها عملة الريمي سول طيب العملة دي ازاي هتشتغل وهيتم اطلاقها على المنصات امتى وايه هي المنصات اللي هيتم اطلاق العملة عليها لو بصيت حضرتك كده هتلاقي لو نزلنا تحت هنا شوية كده دي كل العملاء او كل المنصات منصة الراديو والجوبيتر والديسك سكرين وسولانا سكان او صول اسكان وهنا الكوين جيكو وكون كل دي منصات هيتم ادراج العملة عليها كمان بالاضافة الى منصة ميكس سي او ميكس زي ما بيقولوا كده المنصة دي بيقولك قريبا جدا هيتم اطلاق العملة عليها مشروع قوي جدا للعملة والعملة هنا بتاعها بس هتقول لعنى البريسيل يعني البريسيل حضرتك يعني هنا مسلا ده ده كمية العملة اللي هو عشرة مليار عملة هيتم توزيع قد ايه منهم دلوقتي تقدر تشتريه تشتري عشرين في المية فقط طب العملة هتحرق قد ايه هتحرق خمسين في المية يعني نص الرقم ده هيتير اذا ان العملة دي هتعمل تضاعفات كتير جدا يعني هي حالية لو مسلا بواحد سنت ممكن توصل لعشرة والعشرين سنت يعني تعمل عشرين اكس او تعمل عشرة اكس عشر اضعاف لعشرين ضعف سعرها الحالي طب اقدر اشتري العملة دي ازاي حضرتك ده بزنس قائم ان انت تدخل تدور على العملة زي كده وتبدأ ان انت تشتري في العملة دي وتحقق ربح طيب هتيجي تقول لي هنا ايه الحاجات او ايه الشروط اللي انا حطها في المعيار عشان لما اجي دور على العملة ابدأ ان انا اخترها قبل اي حاجة طبعا لازم تدور على العملة تكون قوية عملة يعني فيها شخصية قوية وفيها حد متابع او فريق متابع تاني حاجة عملة هيتم ادراجها زي ما انت شايف على منصات ضخمة ومنصات كبيرة تمام ايه تاني زي ما احنا شايفين هنا هو منصات كبيرة هيتم ادراج العملة عليها العملة يكون فيها نسبة حرق كويس كل ما يحرق اكتر كل معدد المعروض يقل وسعر العملة تزيد ده برضو من ضمن الحاجات القوية جدا والحاجة الاخيرة هي شعبية العملة والفومو اللي معمول عليها او الضجل اللي معمول عليها لو رحنا هنا على اكس وبصينا على الحساب بتاعهم على منصة تويتر هنبدأ ان احنا ندخل على بتاعهم ونشوف بتاعهم في الف خمسمية وفي تفاعل زي ما احنا شايفينه على الحساب بتاعهم يعني العملة دي عايزة تروح في حتة تانية زي ما بنقول في تفاعل على الفكرة طيب حلو ايه تاني عندهم برضو مجتمع على التليجرام لو دخلت على التليجرام عندهم الف تمنمائة وشوية والناس متفاعل طيب سيبك من التجرام وتويتر العملة دي انا خلاص بقى اشتريت خلاص انا قررت اشتري هنا حاول ان انت على قد ما تقدر تشتري باقل رقم لان العملات دي زي ما بتصيب وزي ما بتنجح ساعة برضو المشروع ما بينجحش فاتأكد هقول لك للمرة الاخيرة انك تشترك في عملة تكون انت دارسة كويس ودي مش نصيحة استثمارية وطبعا مسئولية الاستثمار ده بيكون على حسابك الشخصي طيب خلنا نرجع مرة تانية انا خلاص قررت اشتري انا عن نفسي هجازف وهشتري بسبعين دولار ومستني العملة تعمل 10x وهبيع بس هبيع على اجزاء يعني اول ما العملة مثلا تعلى اول اكس او تعمل اول ضعف تعمل 100% وده بيتم على طول بمجرد ادرجها في المنصات اول ما بتعمل كده هبيع يعني السبعين بتوعي هيبقوا 140 هبيع واخد السبعين هبيع نص الكمية هتفضل معايا السبعين اللي انا بدأت بيهم وبكده انا معايا سبعين دولار رسمالي وهسير السبعين دولار التانية بقى تزيد العملة بقى تبقى بدولار تبقى بمية دولار زي ما تبقى كده كده كل الزيادات دي هي مجرد فلوس زيادة عن راس مالي دي طريقتي في الشغل مع المنصات دي طب تعال نروح هنا كده ثواني المنصة بتقول لك والله المينموم نص سولانة والماكسيمم خمسين سولانة يعني ايه يعني عشان تشتري عملة زي دي بيقول لحضرتك انت لازم هنا تشتري اقل حاجة بنص سولانة نص سولانة ده حضرتك لو بصيت كده هتقول لي ايه الاضافة اللي انت فتحتها فوق دي الاضافة دي زي محفظة كده والمحفظة دي اسمها محفظة فانتوم وهسيب لك فيديو ازاي تحمل المحفظة دي عندك على المتصفح او تحملها على التليفون لان الشغل كله لازم يبقى من محفظة لا مركزية زي المحفظة دي ما ينفعش تحول من بينانس والمحافظ دي طب بعد ما اعمل المحفظة واتفرج على الفيديو اللي انت سايبه تحت هعمل ايه هتروح على السولانة هنا وتدوس على يعني تبدأ تحط فلوس في السولانة زي ما انا عملت انا حطيت هنا نص سولانة او بص زي ما امت شاف كده zero point 5 سولانة انا حطيت نص سولانة هنا عشان ابدأ اشتري العملة دي لان الحد القادنى زي ما انت شايف انك تشتري نص سولانة من العملة دي والحد الاقصاء يعني اكتر حاجة هي 50 سولانة والزي ما امت شايف اندم يقولك الحد الاقصاء اقول ايه و Harm видите و اشتري من من منصة سي اي اكس يعني منصة لا مركزية من فاتش اشتري مثلا بباينانس او بينج اكس طيب او كاتب لك حتى تحت فانتم اهو تمام قوي طب انا هشتري كل اللي عليك انك تاخد الكود بتاع السلانة بتاعهم ده تاخدوا كوبي من هنا او تاخدوا كده كوبي تمام وتبدأ ان انت تروح على محفظة الفانتم وتبدأ ان انت تدوس على كلمة سند هيقول لك اختار هترسل ايه هقول له هرسل السلانة هتبعتها ايه عم هات العقد بتاع العملة او عنوان العملة هحط عنوان العملة زي ما انت شايف اللي انا اخدتو ده خليني بس امسح وتأكد من اول حرف اللي هو z وتأكد من اخر حرف اللي هو z لنرجع تاني نعملها تاني اهو هنقول له sd هنبعت السلانة هنحط العنوان هنتأكد من اول حرف j وبعد كده الزد في الاخر تمام قوي وبعد كده هنا هنقول له ابعت كله اللي هو زي ما انت شايف الرقم ده وهنبدأ ان احنا ندوس على كلمة وبعد كده هندوس على كلمة سند هيبدأ ان هو يعمل هنا سندنج او ارسال وقال لي سند او ارسال وانا كده بعدت زي ما انت شايف هنا اه التحويلة بتاعتي هتقولي طيب وانا كده اشتريت ازاي فين العملة اللي انا اشتريتها الموضوع اللي احنا بنحكي فيه ده اسمه اكتتاب اكتتاب يعني العملة لسه ما تمش ادراجها. هيتم ادراج العملة امتى? لو طلعنا بصينا فوق كده هيتم ادراج العملة من يوم سبعة وعشرين ليوم تلاتة. دي مرحلة اللي هي البيع المسبك اللي احنا فيها حاليا. اي حد بيبعت على العنوان ده سولانة زي ما انت شايفت العنوان اللي كان مكتوب تحت ده اهو. اي حد بيبعت على العنوان ده انت المحفظة بتاعتك دي اتسجلت عندهم ان انت حولت لهم مثلا نص سولانة واحد سولانة. طب هما يوم. كمان يومين ولا حاجة اللي هو اول يومين في الشهر اللي هو يوم ثلاثة اخرنا يوم ثلاثة سبعة. في خلال يومين هيتم ادراج العملة على المنصات وبمجرد اطلاق العملة على المنصات هيجي لك نصيبك من العملة في نفس المحفظة اللي انت عملت منها ادع. يعني هيجي لي نصيبي من عملة الريمي سول هنا. وهوريكم على طول اول ما رصيدي زي ما انت شاف رصيدي سفر اهو. ادخل على قناتنا على التليجرام اللي اسبع لك تحت في سندول الوصف. هعمل معك سكرينات وهوريلك اول ما العملة توصلني يوم الادراج وهوريك بالزبط بالخطوات. انا هبيع قد ايه? وهزيب قد ايه ربح. وهكذا. واقدر ان انا بيع في الاخر العملة. وحولها لاي حاجة. حولها لسولانة. حولها اليو اس دي تي. لبيتكاين لاثيريوم. واقدر ان انا اسحبها. اقدر ان انا اوديها على محفظتي. سواء بقى بعد كده اوديها باينانس اوديها بينجي اكس اوديها اليو اس دي تي بتاعتي او الدولار بتاقي اوديها لأي محفظة. دي طريقة مش كتير بيشرحها لك بالتفصيل بس انا حبيت ان انا ورها لك ازاي تعمل محفظة الفانتوم. ده برضو هسيبه لك تحت لان ده جزء مهم جدا. هسيب لك فيديو بيشرح الطريقة. انا كده اكون وصلت معك لنهاية الفيديو. ما تنساش ما تنساش ما تنساش المسابقة بتاعتنا. لايك. اشتراك. وحط اي تعليق لان انا اختار من التعليقات الفايزين. هنختار عشرة كل واحدة ايك سبع عشرة دولار. شكرا لك انك وصلت لحد الوقت ده من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.